السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة تطورات في الساعات القليلة الماضية إيه اللي حصل على مستوى العالم في اليومين اللي فاتوا تعالوا نبدأ الحلقة مباشرة أنشر هذه الحلقة على جميع المنصات الضغط على زر الإعجاب لايك بكسافة لأهمية هذه الحلقة تعالوا نبدأ مباشرة الكلام من آخر حاجة حصلت منذ دقائق فوز أردوغان رئيسا لتركيا طبعا هذا الخبر من الأخبار اللي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصحف والمجلات العالمية فوز أردوغان في انتخابات تركيا منذ قليل حتى أن المشاهد التي تظهر أمامنا بتظهر فرحة هستيرية لأنصار أردوغان وزحف أنصار أردوغان إلى القصر الرئاسي للاحتفال بفوز أردوغان رئيسا لتركيا زي ما احنا متعودين في القناة بنحلل الأخبار اللي بتحصل من زاوية أحاديث آخر الزمان الناس سألتنا أول ما حصلت إعادة ما بين أردوغان والمنافس بتاعه تعتقد مين اللي هيكسب وإيه أثر الموضوع ده على نبوءات آخر الزمان فرديت وقلت لهم ما نستعجلش وانا ننتظر ونشوف النتيجة هيحصل فيها إيه وبالفعل انتصر وفاز أردوغان في الانتخابات علشان خاطر نفهم إن إسقاطات الأدلة اللي بتتكلم عن فتح القسطنطينية لغاية دلوقتي ماشية بصورة سليمة بنسبة 100% فتح القسطنطينية اللي هي على الغالب هتكون تركيا في زمان الإمام المهدي هذه المدينة التي تفتح بالتكبير والتهليل ولا تفتح بأدنى درجات القتال مش بها فيها قتال خالص وتفتح بالتكبير والتهليل الناس افترضت نظريتين وإحنا تكلمنا في هذا الموضوع قبل كده وقلنا إن لإما تفتح بالتكبير يعني الحاكم بتاع القسطنطينية اللي هي تركيا على الراجح هيسلمها للإمام المهدي لإما هيحصل قتال وتفتح القسطنطينية بعد ذلك فاللي شغال دلوقتي إن النبوءات بتتحقق ويبدو فعلا إن القسطنطينية سوف تسلم إلى الإمام المهدي عند ظهوره من غير قتال ومن غير أي مواجهات لإن الحاكم فيما يبدو هيسلم القسطنطينية للإمام المهدي ده يعني ده تصوري ووجهة نظري فيه إيه اللي بيحصل دلوقتي لإن طبعا كلنا شفنا الكلام اللي تقال من المنافسين وكلام يعني شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي إن ممكن يبقى فيه منع للحجاب لو فاز المنافس وتهجير للناس اللي في سوريا لو فاز المنافس والوضع هيبقى على ما هو عليه تقريبا لمدة أربع سنوات قادمة والعلم عند الله وحده تعالى برضو نشوف خبر من أهم الأخبار من أهم الأخبار على الإطلاق اضغط على زر الإعجاب لايك كل من دخل معنا الآن وانشر هذه الحلقة للأهمية السلوج وصلت للمدينة علامات الساعة وصلت إلى المدينة المنورة من يومين شفنا إن السلوج بدأت إن هي تنزل على المدينة زي ما بتظهر أصدنا هذه المشاهد الحصرية والفيديو اللي أصدنا دلوقتي تساقط السلوج أو البرد على المدينة المنورة علامات الساعة بتتحقق انتبهوا جيدا السلوج بتنزل على المدينة المنورة في فصل الصيف السلوج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا خلاص بدأنا في فصل الصيف علامات الساعة بتتحقق فبايعوه ولو حبوا على السلج في ظل تعتيم كبير جدا جدا والناس في حالة من الغفلة والإنكار ده إن دل يدل حتى مبارح في حلقة البث المباشر الناس بتقول لنا إن الإنكار بيزداد والناس في غفلة فقلت لهم ده كده أكبر دليل أننا في زمان الإمام المهدي لأن أجواء الإمام المهدي أجواء مليئة بالبعد عن الوعي وأجواء مليئة بالغفلة وأجواء مليئة بالظلم والجور لو العكس يبقى إحنا مش في زمان المهدي لكن إحنا في أجواء الإمام المهدي بامتياز كل العلامات وكل الأحداث تشير أن ظهور المهدي بإذن الله قريب سنظل نقولها عملنا حلقة النهاردة اتكلمنا فيها عن شيخ المسجد الأقصى وهو بيقول كلام جديد وبيعرض أحاديث في نعيم بن حماد في كتاب الفتن لنعيم بن حماد شيخ البخاري أحاديث لأول مرة شاهدوا الحلقة دي مهمة جدا يعني أعرض فيها أحاديث بشريات محدش بيتكلم عن هذا الموضوع إلا قليل تعالوا كمان نشوف عبادة الأصنام رجعت في أرض العرب في الأردن كان في حفلة من الحفلات والناس اللي في الحفلة كانت حفلة في جامعة اليرموق تقريبا الناس اتفاجئت إن عاملين يعني مشهد تمثيلي إن جايبين مجسم يشبه المجسم بتاع الأصنام وبيزجدوله وبيعبدوه حتى إن البنت صاحت وقالت إحنا مسلمين إيه اللي أنتو بتعملوه ده تعالوا نشوف هذا المقطع بالصوت ثم نعود إليكم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيتحقق والمواضيع ديت ما فيهاش هزار علشان طبعا المقطع ده انتشر في الثمانية واربعين ساعة اللي فاته بشدة وأصار استهجان كبير والناس أنقروا بشدة وطلع ناس كالعادة بيدفعوا قالوا لأ دي احنا بنهزر بنهزر الأمور دي ما فيهاش هزار الأمور ديت ما فيهاش هزار ونحترس من مثل هذه الأفعال ديت من علامات الساعة تعالوا كمان نشوف سماء الأرجنتين إيه الصور اللي بتظهر قصدنا لشكل السماء مشهد مرعب للغاية سماء الأرجنتين مشاهد غريبة جدا احمرار السماء السماء شكلها مخيف فعلا دايما بقول لكم ركزوا مع شكل السماء الفترة القادمة هل كل ما نرى نحية الأرجنتين والبرازيل بالذات وأمريكا القارة الأمريكية هل هذه تأثيرات الطارق علشان خاطر النجم هيظهر في البداية من نحية أمريكا هل فعلا الموضوع ده من تأثيرات الطارق قلولنا في التعليقات رأيكم ايه تعالوا كمان نشوف مشهد أغرب أكثر غرابة ورعب وجه يشبه وجه الشيطان في سماء إيطاليا زي ما بتظهر قصدنا المشاهد وجه في سماء روما في إيطاليا يشبه وجه الشيطان حاجات غريبة جدا جدا بقينا بنشوفها في السماء وبالتحديد بنشوف هذه المشاهد في سماء أوروبا وأمريكا ولا أنسى الرؤية اللي أنا شفتها ونزلتها على القناة من فترة وشفت فيها أن أوروبا السماء فيها ملبدة وفيها علامات غضب وعلامات غيوم وانتهى الأمر بظهور نجم الآيات وضرب أماكن كثيرة من أوروبا والناس تهرب وتفر والرؤية دي أنا نزلتها وعرضتها على القناة منذ شهور وكانت رؤية قوية وسبحان الله كانت رؤية معبرة فاللي بيحصل في سماء أوروبا والمشاهد اللي في سماء روما في إيطاليا مشاهد غير طبيعية وغير اعتيادية بالمرة تعالوا كمان نشوف الفيديو ده اللي بيظهر أصدنا سماء روسيا بجوار الشمس الجسم الغريب اللي مش عارفين هل هو نيبيرو ولا إيه الجسم الغريب اللي ممكن يبقى هو الآية التي ذكرت التي تظهر قبل الإمام المهدي في سماء روسيا مشاهد غريبة جدا جدا قللنا رأيكم إيه إيه اللي احنا بنشوف أصدنا دوت في سماء روسيا الأحداث أو الأحاديث والنبوات تتحقق بقوة أيها الأحباب بارك الله فيكم انشر هذه الحلقة على جميع المنصات للأهمية ولا تنسونا من صالحي الدعاء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر